السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدة صفية أبو العزم سيدة صفية أبو العزم عملت موقف جميل جدا جدا من خلال كان فيه القطار أكيد كلكم شفتوا الفيديو وأكيد شفتوا اللي حصل بس أنا أختصر الموقف في كلمتين الموقف كان فيه مجند مجند برضو السبات اللي هو كان فيه والانضباط تحية لي من خلال البرنامجي لي والسيدة الجميلة أستاذة صفية كانوا في القطار فالمحاصل بتاع القطار كان عايز تذكرة من المجند فالأسف المجند ما كانش يمتلك أو ما كانش مع المبلغ تذكرة فكل شجاعة بدون يعني فيه رجالة كتير وفيه سيدات كتير في القطار بس دي كانت معلمة ده يعلمنا أن المعلمين هم أساس البلد أساس كل حاجة في مصر المعلمين هم اللي بيدونا أمل لبكرة هم اللي بيعلمونا هم اللي بيخلوني أنا أقدم برنامج أو أنت كدكتور أو كمحامي هم الأساس هم الأساس يعني التربية في البيت هم الأساس التعليم والمعلمين هم أساس المجتمع السيدة صفية بكل شجاعة قامت وقالت لأ أنا هتفعله تذكرة وعد وكانت موقف جميل جدا 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 تحية ليها وأشكرها وأتمنى أن يمشل لوحديها فيه موقف كتير في مصر كتير جدا لسيدات وموقف تشجيع جدا كبيرة فهنتكلم بمختصر بعد الموقف ده تم تكريمها من جانب قائد قوات العامة المصالحة القوات المصالحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكيني وعلنت بعد التكريم وزارة قوات المصالحة علنت رئيسة مجلس القومي للمرأة مايا مرسي تعيين صفية أبو العزم المعروفة إعلاميا بسيدة الكتار بفرع المجلس القومي للمرأة المحافظة الغربية وسلمت مرسي سيدة القطار درع المجلس وباقة من الورد بإضافة لقرار تعيينها بفرع المجلس القومي للمرأة واعتبرت مرسي تعيين صفية بالمجلس تكريما بسيطا وعبرت عن أملها أن تراها في المجلس المحلي أو البرامان بعد الشعبية الكبيرة التي حصلت عليها مؤخرا حسبما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية وأشهدت رئيس المجلس القومي للمرأة دور الإعلام المصري في تغطية هذه الوقاعة وتمنية استمرارها في تصليط الدوء على النمازج الإيجابية وأكيد زي ما قلت لكم ما فيش نموذج إيجابي بس فيه كل يوم نموذج إيجابي في مصر والشجاعة والأم المصرية أو استيطة المصرية شجاعتها معروفة في مصر وفي الوطن العربي وأشهدت وقرم القاعدة القوات المسلحة زي ما قلت في الأول لمصري وزير الدفاع والنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي صفية أبو العزم يوم الحد الفات وفي حضور عدد من قاعدة القوات المسلحة المحلين التقاعد وقال وزير الدفاع أن ردد فعل السيدة الصفية ما هو إلا تأكيدا على أن السيدة المصرية الأصيدة تمثل المدرسة التي تتدرك تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة وأنه مهما بلغت التكريمية والصناء أعلى درجاتها فإنها لن تفق حقها باعتبر أن الأم المصرية التي تعطي أروع الدروس في التفاني والعطاء وده كان أول خبر معنا النهاردة في الموجز أخبار الأسبوع وهنتقل لخبر الرئيس عبد الفتاح السيسي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم نقلا عن الجريدة الرسمية بالتصديق على قرار مجلس النواب بفرض رسوم سنوية على الطلاب المقيدين بجامعات الصالح الإبداع والإبتكار قرار جميل ومناسب وجاء القرار بفرض رسوم سنوية قدرها عشر جنيهات على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد الخادع للإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي الذي يسري عليهم القانون وقانون رقم 9 رقم 49 لسنة 1972 وبهدف القرار إلى صالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والذي يبدأ تطبيقه بداية من العام الدراسي القادم 2021 وده كان تاني خبر معنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي نفس السياق صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم جمع السابق في تغريدة له على حسابه على تويتر قائلا أن بيانات وقف العملات العسكرية تشكل خطورة مهمة عن طريق تحقيق التصوية السياسية وتموحات الشعب الليبي في استعداد واستعدة استقرارهم حيث قال دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سابقا إلى وقف إطلاق النار نظرا إلى تردي الأوضاع في الدولة الليبية خاصة مع ظروف جائحة كورونا مؤكدا سعيه إلى طي صفحات الصراع والقتل والعمل على بناء الدولة الليبية وعادة تحييقها وعبر عملية انتخابية وفي السياق أعلن مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يوم جمعة الفات وقفا فوريا لإطلاق النوران وتعليق العملية العسكرية في كافة الأراضي الليبية ودعا إلى انتخابات الرئاسية وبرامانية في مارس القادم وده قرار جميل جدا في صالح ليبيا والدولة الليبية وهيعود لاستقرارها واستقرار الوطن العربي تاني إن شاء الله وعبال سوريا والعراق وفلسطين بإذن الله ننتقل بقى من الأخبار السياسية لخبر محزنين وفات كابتن عزمي مجاهد متأثراً بالفيروس كورونا عزمي مجاهد توفى صباح يوم السبت اللي فات نعرف كلمة النبذة بسيطة عن كابتن عزمي مجاهد كابتن عزمي مجاهد لاعب كرة الطائرة السابق في الزمالك والعضو الأسبق لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القادم متأثراً بالفيروس كورونا توفى وأعلن أمير لاعب الزمالك السابق وفات والده عزمي مجاهد بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بالفيروس كورونا منذ أيام وكان مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في أفريقيا في عام 1974 الله يرحمه وخلص تعزي الأهل له متمنين من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان فيروس كورونا منتشر معنا الفترة دي وفي نفس السواق برضو في نفس السواق فيروس كورونا خبر محزن أعلن سيد عبدالحافيز مدير القرى في النادي الأحلي صابت علي لطفي حارس مرمى النادي الأحلي ومدفع الفريق ياسر إبراهيم في فيروس كورونا أعلن سيد عبدالحافيز مدير القرى في النادي الأحلي صابت صنائي الفريق ياسر إبراهيم والحارس علي لطفي بكورونا وهو سبب استبعادهم من ماتش المقام في برج العرب كورونا بدأنا في نفس السياق بدأنا نهمل بدأنا كمامات غسل الايادي الجوانتيات الجرافصات كل ده بدأنا نهمل فعلا اننا مش زي الاول ان احنا اهملنا دوقتي مش شايف زي الاول اللي احنا بننبس كمامات بنخاف لا يعني في موجة تانية وغزارة الصحة العالمية علنت ان هيكون في موجة تانية او اشد هتمنى ناخد حذرنا والاعداد بدأ ما كانت بتقل بدأت زي تاني لو احنا نفيدونا في الاهمل ده هنفضل هنفضل الكورونا هتفضل موجودة في مصر وهتفضل موجودة في العالم كله بالعكس احنا فيه عادات كتير توفوا اهلنا اصدقائنا يعني انت لو مش خايف على نفسك او خايف على حواليك خايف على رايبك اهلك اصدقائك امراتك بنتك ابنك خاف عليهم احنا لو الاسف ايدينا اللي احنا نحمي نفسينا ونحمي اللي حوالينا نخسل ايدينا نلقى كمامات مع بعضينا نبعد عن التزاحم وعن الاجتماعات يعني نحاول على القد ما نقدر نحاول نهتم فعلا عشان كورونا والله العظيم يا جماعة والله العظيم كمان مرة كورونا دي اشد اشد عذاب الانسان ربنا بعته واباق لينا ان شاء الله هيعادة على خير بس لو احنا حفزنا وفيه خبر تاني برضو رياضي حصل بالليل وخبر يعني محزن الجمالي للنادي الزمالك هو استقالة باتريس كارتيرون انبارح بالليل كان فيه اجتماع مع رئيس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك باتريس كارتيرون دخل عليه قال له انا هستقيل ملخص قال له انا هستقيل على طول بدون مقدمات قال له انا عايز استقيل فمرتضى منصور قال له طبع لي يعني الفريق مش كويس احنا يعني في الدوري وهو مركز تاني وهنتطور تاني اكتر من المسلم يجي ان شاء الله قال له حتى لو انت عايز تمشي كامل معناه الاخر الشهر وامشي براحتك فباتريس كارتيرون دخل عليه بالشرط الجزائي 250 الف دولار وقال له لا انا عايز امشي امشي هم ايه الفكرة انه يمشي في الوقت ده بالذات في الزمالك في الدوري وهو ما بقدمين مستوى قويس الفترة اللي فاتت ومركز تاني وان شاء الله فيه بطولة افريقية ليه يعني الفكرة اللي هو يستقيل تاني دي اكيد جمالي الزمالك جمهير كبيرة عظيمة بس انه يستقيل فدمش معناه انه هيروح فريق تاني جمهوره اكبر لا ده هو رايح فريق فلوس وده عصر الاحتراف يعني انا مش اقول الكلام ده كله فيه لعيبة كتير فضلوا الفلوس عن البطولات وعن تاريخ الاندية يعني نحاول نراجع نفسينا الاندية دايما تاريخ التاريخ والعراقة تاعت الفرق زي الاهل والزمالك دول اكبر النادين في مصر انك تفضل حاجة تانية عليهم عشان مقابل الفلوس انت خسران الاهل والزمالك عمرهم هيخسروا ان حد يباعهم الاهل والزمالك اكبر النادين في مصر وفي الوطن العربي وهيفضلوا كده مهما انت فضلت الفلوس عنهم لاندية اخرى ده موضعك الشخصي ده كان فقراتنا الاولى ان شاء الله انهيها وهنتهي الفقرة تانية باذن الله وقبل ما انهي الفقرة فقرت هيكون في فيديو المواهب معنا زي ما انا اعلنت على الاجتماعي على الفيسبوك انه هيكون كل واحد فيديو 30 ثانية هنعد الفيديو هنتكلم عنه ورجعنا بعد الفاصل وزي ما شفنا في نهاية الفقرة الاولى كان في فيديو المواهب ان شاء الله مش هتكون اخر فيديو هيتعرض ان شاء الله هيكون فيه 10 مواهب او 8 مواهب هيتعرضوا كل حلقة ان شاء الله وكل الفقرة سبوعية حابب قبل ما ابدأ الفقرة التانية هتكلم عن موضوع جميل جدا مبادرة اسمها مبادرة حكاية كتب حكاية كتب دي مبادرة جميلة جدا عملها شاب اسمه محمد عماد محمد عماد عمل مبادرة للشباب اللي بيكتبوه شعراء بيكتبوه قصص خواطر قصص قصيرة المهم الشاب ده جميل جدا عمل فكرة جميلة ان فيه فعلا بالاتفاق مع دار ابهار لنشرة وتوزيه عمل فكرة انك انت ككاتب انت ممكن تكتب قصتين وهيكون ليه كتاب مجمع الكتاب المجمع ده بدأ ما يكون تدفع مثلا الف الفين ثلاثة أربعة خمس تلاف اللي اي دار انت هيكون تدفع مية أو متين جنيه وهيكون ليه كتاب وليه كصة وهيتحط صورتك في الظهر وهيقف دي مبادرة جميلة جدا بتشجع شابهم ان يكتبوه وانهم يكونوا ليهم كتاب مجمع بقى بشكرهم من خلال برنامجي واتمنى لهم توفيق نتنقل الفقرة التانية ومصر دايما هنعرفين مصر بتمتلك تلت أثار العلام مع ذلك احنا في 2020 مش عارفين نستفاد بالسروا دي اللي بدي يحسدنا عليها لعالم كله عشان كده معنا النهاردة الدكتور محمد إبراهيم خبير الأثار المصرية خبير الأثار المصرية في وزارة السياحة والأثار اللي هيكلمنا عن أهمية الأثار وازاي نقدر نستفيد منها ازايك يا دكتور ازايك يا سيزيوس سعيد جدا بموجودك معنا النهاردة بشكر حضرتك وبشكر أسجة القناعة اللي استضافة الجميلة دي ونتمنى ان شاء الله تكون حالك مفاقة جدا بوجودها ربنا أخليك يا سيزيوس في البداية يا دكتور زي ما اتكلمت قلت مصر بتمتلك تلت أثار العالم ومش قادرين نستفيد منها ازاي ممكن نستفيد من الكنزة مصر فعلا زي ما حضرتك بتقول بتمتلك تلت أثار العالم مصر تعتبر من أقدم حضارة العالم القديم مصر من أقدم الأمم اللي هي اخترعت الكتابة سبقتنا طبعا العراق احنا بعدها على طول فتسخر مصر العديد من المواقع الأسارية والكنوز بس هي محتاجة بس طبعا في الفترة الحالية طبعا ايه الدولة بتقوم بعملية ترويج للسياحة والاستفادة من المواقع الأسارية وكانت الأمور كانت في 2019 بدأت السياحة تبقى في الزروة يعني احنا وصلنا في عدد السياحة في 2019 لحوالي حوالي 13 مليون ونص سايا كان متوقع أن يتوصل 15 مليون ساياح بسبب الزروة بقى بتاع كورو فاحنا عندنا مواقع أسارية بتبدأ من عصور مقابل التاريخ لغاية أواخر العصور الرومانية في عصار إسلامية وعصار قبطية يعني مجمع لكل لكل الحضارات موجودة على أرض مصر فهي كنز كبير ومصدر مهم جدا بنحاول نستفيد منه وإن شاء الله بالتدريج هتبقى أنوصل للزروة في الموضوع ده بإذن الله إزاي أنا كدوري كمواطن مصري أقدر أجذب السياحة إنهم يجوا يزوروا مصر مش عايز أحط برضو على موضوع إن الدولة هتعمل كل حاجة لا أنا كمواطن علي أدور موضوع السياحة لازم أكون واجهة مشرفة للسياحة في مصر يعني لازم أما يجي السياحة في مصر لازم ما استغلوش أكون واجهة كويسة للبلد تمام لأنه برضو السياح بيتأثر بالمواطن أكيد المواطن احتكاكم مثلا اللي بيركب التاكسي بيستخدم الخدمات معينة ما غليش عليه ما استغلوش أبقى حريصة على إن الأماكن السياحية اللي موجودة في مصر تكون نظيفة أعرف إنه ما ضفت المكان وسلوكي أنا مع السايح ده ده بمثابت هيجي علي بمرضوط كبير علي وعلى أولاي وعلى البلد وعلى البلد عموما لأن السياحة بتمثل كانت بتمثل حوالي 12% من الدخل القومي لمصر أكيد تعتبر أهم مصادر الدخل القومي لمصر السياحة واللي بترفع الاتصاد صحيح 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 دكتور كما كهلمنا عن دور المواطن أنا كمواطن إيه دور الدولة لنهود للفترة الجاية من وجهة نظر هذا بالسياحة دور الدولة في الفترة الجاية هي بدأت خطوات كويسة جدا تمام؟ هما مش مستنين طبعا أن فيروس كورونا يخلص هو وباء وهيخلص إن شاء الله بس هو دلوقتي الخطوات شغالة أول حاجة الدولة حاليا بتعمل زي عملية طرح الاكتشافات الأسرية أو الحفارة اللي بتتم دلوقتي في برصة السياحة العالمية تمام؟ ده هيعمل رواج سياحي كويس كمان إقامة معارض أسرية أو معارض للأسر في المناطق اللي هي السياحية نفسها يعني مثلا في الممكن نعمل معارض في اللقصر إحنا حاليا دلوقتي في معارض للأسر المصرية موجود في الغرداء تمام؟ عامل مردود كويس ده عن شنو الفترة دي ولا من زمان؟ لأ في الفترة دي شغال حاليا دلوقتي عايزين نعمل بقى الحاجات دي على مستوى مثلا مصر بالتدريك في مواقع أسرية مهمة جدا في مصر ممكن مثلا نجمع الأسار بتاع كل موقع حسب أهميته وأعمل زي مثلا مدحف صغير تمام؟ أعمل زي معارض زي ما ذكرنا قبل كده المعارض في المناطق السياحية دي على أساس إنه مثلا السايح هو بيبقى جاي ما عندوش وقت ممكن يجي يروح الغرداء يروح شرم الشير ممكن برضو هيشوف المعرض ده ماشي منه هيبقى فيه مخضوط كويس وعايد على مصر وعايد على مصر صحيح 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 من زمان والأسار المصرية أكتر أسار بيت السرق أو بتنهم بشكل عام صحيح فيه برض دول خرجت أسار الليها بطريق غير شرعية وفيه طريق شرعية طرق شرعية إزاي أولا كلنا إزاي خرجت برنامصر للأسار دي وإزاي ممكن نحمل أسار بتاعتنا من السرق وإيه أشهر للأسار اللي تسرقت ده موضوع مهم جدا كويس لنا حضرتك طرحت السؤال ده موضوع سرية الأسار مكتش في العصر الحديث بس موضوع سرية الأسار كانت موجودة في العصور المصرية الأديمة في أثناء الأسرة عشرين والأسرة واحد وعشرين تذكر بردية أبوت وفيه برديات تانية موجودة في مدحف فيينا بالنمسا إن كان كبار الموظفين في الأسرتين واحد وعشرين واثنون وعشرين قاموا صخروا النجارين والفلاحين اللي هما صغار الحرفيين لسرقة المقابر بتاع الملوك بتاع الملوك والدولة الحديث ماشي؟ فطبعا على أساس إن هو ساعة ما تكتشف في وقاعة السرقة دي ده البردية بتذكر إن هما يبقوا زي دول كبش فدى للسرقات دي لغاية ما جوهم ملوك بردو الأسرة واحد وعشرين وعشرين من سلم زمان آه طبعا جمعوا بقى مميوات اللي هي الملوك بتاع مصر حوالي خمسين ممية وضعوهم في خبيعة الخبيعة دي اكتشفت في نهاية القرن التسعة عشر تقريب بطريق الصدفة بردو يعني هحكي لحضرتك قصة طريفة كانت في عيلة اسماعيلة عبد الرسول اللي هي العيلة الشهيرة بتاع سريكات المقابر دي ده كان اتنين اخوات قاعدين في الجبل عادي كده فكانوا بيعملوا زي مثلا راعي الأغنام فبعض حاجة من الغنم بتاعتهم دي سقطت حصل هبوطة طبيعة في التربة فإذا به ايه مجبرة تحوي خمسين ممية لملك من ملوك مصر العظام اكتشفت بالصدفة اكتشفت بالصدفة قاعدوا بقى يتسلوا على الخبيعة دي طبعا بجانب المميوات كانت في بعض التماثيل الصغير وبعض الأواني الكنوبية أو الأحشاء الخاصة بالملوك دول بدأوا بقى يتسلوا عليها يبيعوا 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 إلا حصل اختلاف بينهم أم أحمد عبد الرسول ساعتها تقريبا راح بلغ السلطات جات السلطات خادت ما كانش حصل الاختلاف ما كانش حصل الاختلاف كان زمانة بعد صحيح صحيح طبعا كان من ضمن المميوات اللي كانت موجودة في الخبيعة دي كانت الممية بتاع رمسيس الأول ده ساعتها عيلة عبد الرسول بعيتها لتاجة استكرت في الآخر اللي فيه مدحف مدحف في كندا جاء بعد كده عالم أثار بيدرس فاكتشف ان الممية دي لملك اللي هو الملك رمسيس الأول اللي هو جيد الملك رمسيس الثاني الملك الشهير طبعا فطبعا بعد ما اكتشف ان دي ممية للملك رمسيس الثاني بعد عشرات السنين استطعت الحكومة المصرية انها ترجع الممياء بتاع الملك رمسيس الأول وموجودة دلوقت في مدحف لقصر طبعا بالاضافة بقى السرقات كده المشكلة ان القانون في فترة ما قبل 83 كان بيقنن خروج الأثار المصرية من مصر مباحة اه مباحة يعني كان فيه قانون في سنة 1951 القانون ده كان بيقول ان يحق البعثات التنقيب على الأثار المصرية ان هي تطلع او تاخد نص الأثار معاها بره ده حركات مقننة دي فتحت بقى مجال لخروج كمية كبيرة من الأثار المصرية زي ما قريت قبل كده انه خرج تمثال او وجه توتا عان خاقمون تقريبا خارج مصر خليل فترة دي لا جزء من المقتنيات توتا عان خاقمون المكتشف المربع اللي هو هورت كارتر ووجاع المشروع كارنرفورس ساعتها خادوا حاجات برضو من المقتنيات المربع مستقرب بعد كده في مترو بلتان في الولايات المتحدة طيب فيه لغز منتشر اللي هو فيه لعنة اللي بتطعن خامون لعنة مجبرته لا ليس لها أي أساس من الصحة هم بس عملوا كونيوكشن زي ما ذكرنا قبل كده في القادة السابقة أنه هم عملوا ربط بين اللي حصل مصير عالم الأثار اللي اكتشف المجبرة وراع المجبرة اللي هو اللي بيصرف على المشروع اللي بيصرف على المشروع بعد اكتشاف المجبرة بها حاجات بسيطة يعني فترة بسيطة مات توفى كارتر نفسه مات فقير وما حلتوش حاجة فالناس ربطت بين لعنة الفرعنة ولكن هو ليس لها أي أساس علمي وليس لها أي أساس من الصحة بدليل أنه أصلا زي ما ذكرنا قبل كده أن الفرعنة كانوا يعني مهرة في موضوع السحر فعملوا وخدوا بالأسباب في المقابر مثلا عملوا تعويض سحرية على أساس طاقة المجبرة وإن دي صحيحة هم عملوا عملوا بس دا ما نفعش بدليل أن المقابر اللي هي بتاع الملوك العظام دي تسرقت تسرقت معظمها يعني المجبرة الوحيدة اللي هي لم تمثل اللي هي المجبرة بتاعتوها عن خاامور ودي كان بطريق الصدفة لكن مفيش حاجة اسمها لعنة فرعنة طب في نفس السيوك هل كان بناء الأهرامات استخدم السحر برضه؟ لا 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 خالص لا خالص خالص يا أستاذ يوسف لأنه أصلا بناء الأهرامات دا استخرق فترة زمانية كبيرة وكان إرسى حضاري لتطور المجبرة من عثور ما قبل التاريخ لغاية ما وصل للهرم الكامل بدأ طبعا زي ما احنا عارفين حفرة بسيطة في الأرض بعد كده عمل شاهد زي مصطبة بعد كده عمل مصطبة فوق المصطبة اللي بعد كده يطلع لنا بعد كده الهرم المدرج بتاع الزوصر لغاية ما وصل للشكل الكامل الهرم قاعد ويبنوا فيه حوالي 23 سنة تمام كانوا معظم أهل مصر كانوا مشتركين في بناء الهرم دا النظر بقى مميزات توفير الطعام وإعفاءهم من الضرائب فكانت مؤسسة كاملة كانت حاجة منظمة عشان كده وصلوا للشكل دا هكمل بس شوية في موضوع سلكات المقابرة عشان بس موضوع مهم موضوع الإهداءات بقى اللي هي تمت في العصر الحديث يعني أيام محمد علي شامبليون العالم الأسار الشهير اللي هو فاك لغز اللغة المصرية القديمة كانت علاقة القريسة قوي بمحمد علي فهو سنة 1828 أقنع مع محمد علي إن هو يهدي مسلة كاملة لمالك فرنسا ساعتها مالك فرنسا جه معبد لقصر فعجبوا المعبد وعجبيته المثال المثال كانت بتعود لعصر المالك رمسيس التاني كان بيخلد عليها انتصاراته وفتوحاته الخارجية فأعجب بها مالك فرنسا ساعتها فمحمد علي أهداه المثالة دي اللي تستقر دلوقتي في مدان الكونكورد في فرنسا من أشهر برضو الحاجات اللي هي طلعت بره أو تساعت وقتلاق قصة طريفة راس راس نيفرتيتي اللي هي زوجة الملك إخناتون دي تعتبر من الماستر بيس أو الكطع الأساسية في متحف برلين حاليا دلوقتي كان علم الأسر الألماني اسمه بورشاردة عمل خدعة عشان عشان يكون زي ما اتفقنا ان كانوا هم بياخدوا نص المقتنات أو الحاجات اللي طلع ويسيبوا للمصريين فهو طبعا كتب مذكرة ساعتها للحكومة المصرية ان الغاز دي مصنوعة من الجبس عشان يقلل من إيمتها عشان يقلل من إيمتها وهي مصنوعة من الحاجات الجيري بتعتبر من أجمل منتجات الفن المصري القديم الألمان دلوقتي متمسكين بها للغاية دلوقتي عاملين اللي هدوك كامل في مدحف برلين مسلطة عليه الأضواء فللأسف لغاية دلوقتي بقدر الألمان متمسكين كمان أجانب أو الفرنسيين أو الألمان بزا دول أكبر ناس معجبة بالفن المصري أو صحيح أثار المصرية صحيح نعتبر نص الأثار هم مش معجبين بس يا سيد يوسف هم معجبين وبيضل الأثار بيستفيدوا منها بيجيبوا عائد طبعا في موضوع سجرة المقابل بقدر عشان يجعله تاني وموضوع القصد اللي هي الإهداءات اللي اهتمت وخلت الأثار تطلع بالشكل ده أيام أيام جمال عبد الناصر كان في الخمسينات قبل بناء السيد العالي طبعا كان اليونسكو كانت هتعمل نقل المعبدة بوسيمة لإنقاذه من الغرق المشروع ده اتكلف كان منحة من أمريكا وإيطاليا وألمانيا ساعتها اتكلف 40 مليون دولار فرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه نظير إن هم قاموا بالمشروع ده عمل بعض الإهداءات يعني الإهداءات في الأثار بس أثار سابتة كانت مهمة بدل الدفع يعني بدل ده لا يعني أهداء يعني عشان يعبر بالامتنان والشكر اليوم على هذا المجهود الضغر ماشي هذا مثلا معبد اسمه معبد دندور ودندور دي تختلف عن دندرة ده معبد جيريك رومان تمام تم إهداءه الأمريكا مثلا على سبيل المثال فموضوع القانون قبل سنة 1983 اللي هو القانون 117 قبليه كان متاح خروج الأثار المصرية بالقانون وبالإهداءات جاء بعض طبعا القانون سنة 1983 ده حرم أو جرم أي أثار يطلع برما لكن طلعت الأثار برضو بالطرق غير الشرعية طرق غير الشرعية يعني مثلا فيها أحداث سياسية حصلت في مصر من 2011 لغاية دلوقتي حصلت اعتداء كبير على الأثار المصرية وعلى المتحف المصر وزهرة اللوتس برضو كانت زهرة الخشخاش من جال ساعتك فيها دلوقتي فطبعا كان يعني حتى من ضمن كانت الأحداث اللي أضرت الأثار المصرية عندنا هنا في الصعيد كان متحف ملاوي سنة 2014 ده حصل اعتداء جسيم على المتحف اتسرق من المتحف ما أكتر من ألف قطع أثارية آه كان مضخم تم العبس بالمتحف لمدة أسبوع اللي ما تسرقش كانوا بيتم تحطيمه وتهشيره بالأسف كانت كارثة بكل المقييس يعني من ضمن الوقاعة كانت الدكتورة مونيكة حنة علمة الأثار كانت بتلاقي توابيت وحاجات كانت بتحاول ترجحها للمتحف في الوقت ده حصل بقى بعد كده ترميم واستعادة جزء كبير من القطع لا أغفل إن أنا أذكر الفضل المجمم العظيم الأستاذ جمال عليش قاعد حوالي سنة تقريبا مع مجموعة عمل محترمة لمدة سنة لغاية ما نجح في ترميم الحاجات اللي إنهم وصل بهم إنهم حاجة أموميوات وتوابيت وحاجات كان تدمير صعب جدا في المتحف ملاوي ما فيش ثقافة ثقافة اللي تواعي فعشان كده فعشان كده بقى لازم ده أسف الأجانب بيهتموا أكتر مننا بالأثار بتاعتنا الأسف ودي مشكلتنا ده حقيقة إحنا عندنا كنز كنوز كنوز ونقدر نستغلاء استغلال جاية كان دول في الوطن العربية أو الأجنبية كله بيهتموا أكتر مننا بالأثار في عنا المصرية وبيتمنوا إنهم يكونوا مصريين بسبب الأثار والعرض الجمال والعظم أهم ما عندهمش حضارة قديمة بس بيأخذوا الحاجات دي يسوقها كويس يعرضها في متاحف تعمل اليوم دخل قومي ممتاز تمام إحنا بنتمنى إن إحنا نكون كده إحنا عايزين كده لأن طبعا الحاجات دي لو استغلت صح تمام وأعتقد إن دلوقتي خطوات دلوقتي خطوات كبيرة جدا لو المتحف المصر الكبير ده يكون مشروع عظيم جدا لو حضرك ممكن تتكلمنا عنه فيه باختصار المتحف المصر الكبير معمول فيه طبعا أحدث أساليب العرض المتحفي على مستوى العالم المتحف المصر الكبير بحكم موقعه طبعا قريب من الأهرامات هيبقى صارح جامل لجذب السياحة المصرية إن شاء الله في المستوى طب كلمنا عن أزمة كورونا وتأثيرها في السياحة ما حكتلكش موضوع ظهرة الخشخاش آه فضل آه ظهرة الخشخاش دي دي كانت موجودة في متحف محمود مختار آه تمام اللوحة دي اللي عملها الفنان العالمي فان جوخ رسامت دي كانت بتقدر كلمتها بخمسين مليون دولار اختفت ساعتها في الظروف برضو بعد 2010 تقريبا في ظروف غنضة اتحول المسؤولين ساعتها للمحاكمات وي 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 اختفاء كبير يعني طب في السريع يا دكتور كلمنا عن الأماكن فيه أماكن كتير في مصر أسرية مهبورة ازاي نستفيد منها او ازاي نعيدها تاني فيه فيه أماكن أسرية كتيرة مهمة جدا تمام لا يعرف عنها شيء إلا المختصين يعني احنا أنا هذكر على سبيل المثال مثلا عندنا في مصر الوسطى منطقة اهناسيا المدينة دي كانت من عواصم مصر القديم يعني اما تيجي تصنفها حضرتك هتصنفها زي العمارنة زي المنف زي طيبة أهمية اهناسيا المدينة ان هي كتبتغطة حوالي 400 سنة من تاريخ مصر تخيل وغدوات مهملة لا يا مش مهملة مهجورة حاليا لغاية دلوقتي مش مهجورة هي مقفولة للزيارة محدش بيشوفها طبعا محتاجة حاجات بسيطة الوزارة شغالة فيها دلوقتي يعني عملية تطوير عملية وليفتح لمصر مشروع جبتاني لا لا وبعدين اهناسيا بحكم ان هي يعني بني سيف في محافظة بني سيف قريبة من القاهرة فيقدر مثلا الزائر برضو اللي يشوف الأهرامات هيشوف أهرام ميدوم عندنا هيقدر يعد على هناسيا عندنا طبعا دي شاشة برضو في بني سيف في مصر الوسطى دي مقابر أواخر أسرة سادسة فيها نقوش جميلة جدا من ضمنهم ناقش باقتحام الجيش المصري لأحد الحصون الأجنبية ناقش مهم جدا حاليا نشغالين فيها هتفتح للزيارة قريبا إن شاء الله فالمناطق المنسية دي أتمنى تصلية الضوء عليها في جبانات ملكية نتمنى العصر عليها في المستقبل احنا عايزين مثلا نشوف مثلا مقابر أفراد الدولة الوسطى في اللشت أو ملوك برضو الدولة الوسطى اللي موجودة برضو في اللشت هي فيه ملوك الأسرة التسعة والعشر اللي بوجودين في هناسيا هم فيه تمام الأسر الوحيد تخيل ربع مئة سنة الأسر الوحيد السابت من عصر الانتقال الأول كان الهرم بتاع مريكا رع ده اللي موجود في سقارة خلاف كده الربع مئة سنة دول ما عندناش أسر ملكي سابت هو ده للأسر الملكي السابت السابت تمام بشكرا جدا يا دكتور ان كنتم نورنا جدا النهاردة وإن شاء الله يكون لها مقابلات تانية مرة جاية بإذن الله شكراك يا سيزيوس وده كان نتاق حالاتنا النهاردة انت سيزورنا إن شاء الله الزباق الجاي في حالة جديدة من بنامج بني الكلمات اشتركوا في القناة